الآن مع البحث الأخير في هذه الجلسة وهو عنوانه التربية العقدية في سلوك الآل المحمدي الإمام المحمد الباقر عليه السلام الموذجة للأستاذ الدكتور تيسير حميد عبل فليتفضل مشكورا الأستاذ تيسير هو أستاذ دكتور من جامعة البصرة كلية القانون وهو له الكثير من البحوث العلمية المنشورة والندوات العلمية والمؤتمرات وله دورات في حقوق الإنسان وله كتب مؤلفة أكثر من خمسة كتب وله مشاركات أيضا عديدة ننتظره بفارغ الصبر لكي يتحفنا بهذا البحث القييم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه المنتجبين روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنه قال يا جابر إنك ستعيش لترى رجلا من أولادي اسمه على اسمي يبقر العلم بقرة فإذا رأيته اقرأه مني السلام فلما دخل الباقر سلام الله عليه على جابر فعرفه وانتسبه فقام له واعتنقه وقال له رسول الله جدك رسول الله يقرأك السلام السادة الحضور بمختلف المسميات والمقامات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من البصرة الفيحاء إلى أرض التضحية والفداء كربلاء المقدسة جئناكم ببحثنا المتواضع هذا التربية العقدية في السلوك المحمدي الإمام الباقر نموذجا قال النبي صلى الله عليه من لا يشكر الناس لا يشكر الله أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأمان العام لعتب العباسي المقدسة ومركز الصادقين للدراسات والبحث والتحقيق وعلى القائمين على مؤتمر الإمام الباقر الشكر الجزيل لسماحهم وموافقتهم لمشاركتنا بورقتنا البحثية على وجه الخصوص الشيخ حمد الشمري واللجنة العلمية والسيد مؤمل فالشكر الجزيل لهم بداية مؤتمرنا اليوم عن الإمام الباقر سلام الله عليه هذه الشخصية التي أجمعت جميع فقهاء المذاهب الخمسة على علوي كعبها وعظمة شأنها الفكري والتربوي وحاول قدر الإمكان أن أبدأ بأقوال بعض العلماء في هذه الشخصية العظيمة التي اجتمعنا اليوم من أجلها أذكر منها كل مذهب أخذ أحد أقوال العلماء فيه أبدأ في قول محمد الجزري إذ أنه قال أبي جعفر الباقر كان يبقر العلم وعرف ظاهره وخفيه وكان سيدة بني هاشم علما وفضلا وسنة كما قال كمال الدين الشافعي هو باقر العلم وجامعه وشاهر علمه ورافعه ومتوفق ذرره وراضعه صفى قلبه وزكى عمله وطهرت نفسه وشرفت أخلاقه وعمرت بطاعة الله أوقاته وارسخت في مقام التقوى قدمه فظهر عليه سمات الأزلاف وطهارة الاحتباب فالمناقب تسبق إليه والصفات تشرف به وقال الدعاعي إدريس القرشي المالكي هو أول من حاز شرف الأصلين واجتمعت له ولادة الحسني والحسين ونشأ على الفضل والطهارة والرئاسة والسيادة والعلم واحتذى لسيرة آبائه الطاهرين ولم يزل في درجات الفضل متنقلا وللمفاخر السامية متوغلا وقال عنه محمد الصبان الحنفي هو صاحب المعارف وأخ الدقائق واللطائف ظهرت كراماته وكثرت في السلوك إشاراته ولقب بالباقر لأنه بقر العلم أي شقه فعرفه أصله وخفية وقال ابن أبي الحديد كان سيد فقهاء كان سيد فقهاء الحجاز ومن ابنه جعفر تعلم الناس الفقه وهو الملقب بالباقر قبل خلقه إذ لقبه به رسول الله صلى الله عليه وآله وهو لم يخلق بشرا وعد به جابر ورعاه وقال عنه الشيخ المفيد كان الباقر من بين أخوانه خليفة أبيه ووصيه والقائم بالإمامة من بعده وبرز على جماعته بالفضل في العلم والزهد والسؤدد وكان أنبأهم ذكرى وأجلهم في العامة والخاصة وأعظمهم قدرا ولم يظهر على أحد من ولد الحسن والحسين من علم الدين والآثار والسنة وعلم القرآن والسيرة وفنون الآداب ما ظهر من أبي جعفر وروا عنه معالم الدين وبقايا الصحابة وجوه التابعين ورؤساء الفقهاء المسلمين وصار الفضل به علماً لأهله تضرب به الأمثال وتسمو بوصفه الآثار والأشعار وقال الطبرسي لقد اشتهر إمامنا المعصومة في العالم تبرزه على الخلق في العلم والزهد والشرف ما لم يؤثر على أحد من أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله من علم القرآن والآثار والسنن وأنواع العلم والحكم والآداب وما أثر عنه واختلف إليه كبار الصحابة وجوه التابعين وفقهاء المسلمين وعرفه رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يولد فهو القائد الرباني والرسالي ومسؤوليته حتمت عليه أن يتصدى لجميع الأفكار المنحرفة إذ كانت معركة الطفئين كانت انتهت جسديا إلا أنها لم تنتهي فكريا فحاولوا بني أمية في تلك الحقبة الزمنية استمرار في إظهار الزيف وتسميم الأفكار بالانحرافات العقدية فكان موضوع بحثنا هو التربية العقدية في السلوك المحمدي الإمام الباقر ألموذجا وكانت دراستي تختلف عن الدراسة الحوزوية إذ تناولتها بجانب موضوعي إذ قسمت الدراسة إلى مبحثين تناولت فيها بالمبحث الأول إلى مفهوم التربية بشكلها العامي والإسلامية ومن ثم تناولنا إلى شخصية إمامنا الباقر سلام الله عليه في التربية العقدية على وجه الخصوص ونسمح لي الوقت أن أوجز فكرة البحث بالنسبة للدراسة الدراسة تدلل بعيوني الله يحفظكم إن شاء الله بعيوني بالنسبة لدراستنا لشخصية الإمام الباقر كانت الدراسة المنهجية المعتبرة في الجامعات أن نأخذ بتقسيم الفصول إلى مباحث ومطالب وفروع وهكذا فكانت دراستنا دراسة موضوعية بحته في تناول الإمام الباقر من حيث التناول العقدي بعيدا عن الروايات فتناولنا قدر الإمكان الدراسة الفكرية للإمام الباقر سلام الله عليه ففي عهده عليه السلام انتشرت بدعي والتشويه الفكري لبني أمية لعامة الناس وكانت هذه الأفكار وهذه المسميات التي قد ظهرت على شكل فرق مدعومة من السلطة أنذاك كالمرجئة والقدرية والمفوضة والغلاث ونحاول قدر الإمكان بأن نعرض أفكار المرجئة الذين يحاولون قدر الإمكان أن يسلطون الضوء بأن الإنسان ليس مسؤول عن أعمال ما سبقه وأنهم لا يحاولون قدر الإمكان معرفة ما حدث ما بين السابقين كان يكون ما حدث ما حدث بين أمير مونيع اليمنيوي طالب ومعاوية وإذ يقولون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم فهم رجال سبقنا والأمر مرجوع إلى الله فهذه الفرقة المرجئة كذلك نشأت بجانبها ما يعرف بالقدرية التي تقول بأن الحاكم إنما يأتي يأتي إلى الحكم بأمر الله أي الجبر ونحن لا نستطيع مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى ومن هذا نجد فشاهد بسيط قول يزيد للعقيلة زينب ما رأيتي بصنع الله بالحسين فهذا معناه بأن الإنسان لا يخلق أفعاله بدليل قوله تعالى خالق كل شيء لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون فحاولوا قدر الإمكان بأن يجعلونه بأن الإنسان هو خالق لأفعاله الإنسان غير مسؤول هو خالق لأفعاله لكنه غير مسؤول عنها لأنه مفوض بالقدر وكذلك المفوضة أي أن أفعال العباد مفوضة إليهم وهم الفاعلون لها وكذلك الغلاة هذه أبرز المذاهب التي كانت مسيطرة على الفكر في تلك الحقبة فكان عليه السلام من واجبه أن يدحض هذه الأفكار فكان الإمام عليه السلام هو القائد الرباني وخليفة الله في أرضه وخليفة رسول الله والمسؤول عن دين فكانت الوسائل التي أظهرها في الدفاع عن العقيدة الإسلامية أو جزناها في عدة أمور أولها إعلان موقفه موقف صريح من هذه الفرق وكذلك مروجيها إذ قام عليه السلام بفضحهم وتحذير الناس من سمومهم والتبرئة منهم واللعنة عليهم كذلك قوله لعن الله المغير ابن سعيد كان يكذب علينا وكذلك لعنه الله يحفظ لا شك أن البحث فيه الكثير من المضامين المهمة ولكن لضيق الوقت لا يسع نحاول قدر الإمكان تصليط الضوء على كذلك بدقيقتين أحسنتم كذلك قام الإمام عليه السلام ببث علوم والأفكار الصحيحة والعقائد السليمة منها بأن في التفويض كان يقول إياك أن تقول بالتفويض فإن الله عز وجل لم يفوض أمرا إلى خالقه وهنا وضع وحنا وضعفا ولا أجبرهم على معاصيه ظلم وكذلك بأن قام الإمام عليه السلام بتربية مجموعة من علماء على رأسهم ابنه الصادق وأخيه زيد ومن ضمن العلماء الذين كان من أبرز علمائه جابر بن يزيد الجعفي وأبان ابن تغلب ومحمد بن مسلم وزرار ابن عين وغيرهم فكانت هذه الحركات التصحيحية التي قام بها الباقر عليه السلام أتت أكلها في زمن ابنه الإمام الصادق سلام الله عليه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنا محمد بن عبد الله وعلى الإم الميامين وعلى من نحن في حضرته مجتمعين نعم الأخ المواسي عن أخيه والمدافع بالفضل عباس والسلام على الحسين وعلى علي بن حسين وعلى أصحاب الحسين والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا لسيد الباحث على همته وجهده في يعني إبداء ما عنا له من معلومات في هذا البحث شكرا جزيلا له يعني الوقت جدا ضيق نستمع لمداخلة واحدة نكتفي بسماحة الشيخ تفضل السلام عليكم ورحمة الله يوجد نقطتان أود التحدث عنهما الأولى لعله كان من الأنسب أن يكون الحديث باللغة العامية بدل الفصحة ليكون أبلغ بالتأثير لأن مش الإشكاليات الأخطاء في اللغة تؤثر على مضمون الموضوع عند السامع هذه نقطة أولى النقطة الثانية ورد في كلامكم أن البحث حول ما أتى عن الإمام باقر عليه السلام حول ما أسميتمه بالتربية العقادية كان بعيدا عن الروايات فماذا تقصدون بعيدا عن الروايات كان هو من يواجه الأفكار المنحرفة كما بيانتم في كلامكم ولكن بعيدا عن أية روايات لأن ما وصلنا عنه من ذلك هو الروايات فما تقصدون بذلك وشكرا نعم أحسنتم جناب الشيء شكرا جزيلا جنابكم الكريم جنابكم الكريم شيخنا بأن الكلام العامي في محفل كهذا لا يوصل مفهوم البحث ولا دقته هذا جانب الجانب الآخر أقصد بأن هناك الإمام الباقر قد قال لصا بأن هناك من كذب علينا فحاولنا قدر الإمكان بأن تسليط بأن الإمام الباقر كان يحاور الفكر قبل أن يحاور الرواية فلذلك كان يوجه أنصاره وأتباعه وتلاميذه بأن مواجهة الناس فكريا وكذلك إيصال لهم الفكرة عن طريق التوعية العقلية والسلام شكرا جزيلا للسيد الباحث والشكر الجزيل الموصول للسادة الحضور على مشاركاتهم وتفاعلهم وعلى حسن إصغائهم واستماعهم لا شك قد أغنوا الباحثين والمؤتمرين بالملاحظات القيمة لهم الشكر الجزيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته